اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة الجارديان التي نشرت موضوعا لبول ستيفنز المختص بشؤون البيئة والطاقة بعنوان لماذا يجب ان نكون واعين بفجر عصر جديد من النفط الرخيص؟ يقول ستيفنز انه لأول مرة منذ سنوات طويلة يشعر الناس من خفاض الاسعار في محطة الوقود ويطالبهم بعدم الاخترار بذلك واعتباره ميزة تأتي دون مشاكل ويشير ستيفنز الى ان هناك عدة مشاكل خطيرة ينتظر ان يواجهها العالم بسبب هذه الاسعار المتدنية للنفط ويعتبر ستيفنز انه منذ حزيران عام 2014 فقدت اسعار النفط نحو 70% من قيمتها بسبب قانون العرض والطلب واضحا انه مع بداية ربيع العربي عام 2011 سعت حكومات الشرق الاوسط الى الحصول على عائدات اكبر من بيع النفط لتوفير متطلبات اكثر لمواطنيها وابعادهم عن التظاهر في الشوارع او الاعتصام في الميادين ويقول ان هذه الانظمة تمكنت لفترة محدودة من رفع اسعار النفط منذ عام 2011 الى عام 2014 حيث دار سعر البرميل حول 97 دولار ويوضح ايضا ان ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة ساهمت فيما بين عامي 2008 و2015 في اغراق الاسواق بالنفط حيث دفعت الولايات المتحدة بنحو 5 ملايين برميل يوميا في الاسواق العالمية وهو ما رفع معدل الانتاج العالمي الى مستوى غير مسبوق على الاطلاق ويختم ستيفنز محذرا من ظاهرة حرب الاسعار بين ايران التي عادت لسوق النفط العالمية والسعودية وما لهذه الحرب من تأثيرات كارثية على منطقة الشرق الاوسط واولها الحرب الاهلية في سوريا ونقرأ في وكالة رويترز موضوعا اعده مصطفى الصالح بعنوان روسيا سوريا قد تصبح دولة اتحادية اذا كان هذا يخدم وحدتها حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجيريا باكوف من الممكن ان تصبح سوريا دولة اتحادية اذا كان هذا النموذج سيخدم الحفاظ على وحدة البلاد وادى اتفاق هشل وقف الاعمال القتالية رتبته الولايات المتحدة وروسيا الى تراجع كبير في اعمال العنف في سوريا خلال مطلع الاسبوع على الرغم من ان فصائل المعارضة المسلحة تتهم الحكومة بعدد من الانتهاكات بما في ذلك شن ضربات جوية وقال مبعوث الامم المتحدة لسوريا ستيفن ديمستورا انه يعتزم استئناف محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في السابع من اذار اذا صمد وقف الاعمال القتالية وسمح بزيادة تسليم المساعدات الانسانية وقال لرياباكوف اذا خلصوا نتيجة للمحادثات والمشاورات والمناقشات بشأن نظام الدولة في سوريا في المستقبل الى ان النموذج الاتحادي سيخدم مهمة الحفاظ على سوريا موحدة وعلمانية ومستقلة وذات سيادة فمن سيعترض على ذلك حينها وفي مقابلة في ايلول الماضي لم يستبعد بشار الاسد فكرة النظام الاتحادي لكنه قال ان اي تغيير يجب ان يكون نتيجة لحوار بين السوريين واستفتاء لادخال التعديلات اللازمة على الدستور وقال رياباكوف ان موسكو لن تعترض ايضا على اي نموذج اخرى لسوريا شريطة ان لا يكون من املاء شخص على بعد الف كيلومتر من سوريا موسيقى وبالانتقال الى صحيفة الشرق نقرأ افتتاحية لها بعنوان الاسد يخرق الهدنة بمجرد سريانها اعتبرت فيها الصحيفة بانه بخرقه الهدنة في سوريا بمجرد سريانها يثبت نظام بشار الاسد مجددا للعالم انه ليس اهلا لان يكون جزءا من اي حل او مشاركا في اي حوار يمهد للانتقال السياسي ورأت ان هذا النظام لا يمكن ان يكون جزءا من سوريا المستقبل فهو فاقد اي مشروعية واي قدر من المسئولية واقل ما يصف به انه ارهابي مارق الهدنة التي توافقت عليها واشنطن وموسكو مؤخرا وتبنها مجلس الامن الدولي مساء الجمعة لم تصمد امام طيران ومدفعية قوات الاسد كما دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الامن الى التصرف حيال هذه الخروقات التي تقود بوضوح المساعي الدولية للحل وتحبط اي جهود للسير في المسار السياسي الخروقات موثقة لدى المعارضة التي اعلنت انه لا ينبغي السماح للاسد بتقود المساعي الدولية وانتهاك قرارات مجلس الامن بهذه الطريقة السافرة وتحت ذريعت ان المقصوفين ينتمون الى تنظيمة ارهابية اي محاولة جديدة للخلط بين الارهابيين والمعارضة المعتدلة لا ينبغي ان تمر على المجتمع الدولي تركيا تأخرت بالتدخل العسكري في سوريا حيث اشار الموقع الى قول الكاتب والمحلل السياسي التركي اوكتاي يلناز بان تركيا تأخرت بالتدخل العسكري في سوريا مشيرا ان الخيار الاول المتاح في تركيا بشأن الازمة السورية الان هو دعم مفاوضات والجهود لحل سلمي بسوريا واضف يلناز في لقاء مع شبكة التلفزيون العربي ان النظام السوري متورط بدعم جماعات ارهابية تحارب الدولة التركية مبينا ان اي تواجد لعدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا يشكل عبءا امنيا اقتصاديا عليها واشار اوكتاي يلمز الى ان خيارات تركيا الان محدودة في سوريا وفي حال فشل الحل السلمي فيها قد تقوم تركيا بتسليح المعارضة السورية بسلاح نوعي لافتا ان تركيا اكثر المتضررين من استمرار الازمة في سوريا من جانبه قال الرئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقة الدولية في معهد الدوحة عبدالوهاب الافندي ان الخطأ بالسياسة التركية يكمن بالتصدي لوحدها للازمة السورية مشيرا انه من واجب تركيا الان ان تبتعد عن الازمة السورية لانها ستخسر اكبر اذا استمرت بها ولفت الافندي الى ان تركيا تصدرت الازمة السورية الان لان الجميع تراجع ومنهم الجامعة العربية ومصر والاردن وان السعودية ودول الخليج بدأت بتحالف لدعم تركيا في الازمة السورية موضحا ان السعودية وتركيا تريدان وضع الغرب امام الامر الواقع في سوريا من جهته اشار استاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا خليل العناني الى ان تركيا اضطرت الى الانخراط بالازمة السورية لحماية حدودها مع سوريا موضحا ان ثورات ربيع العربي ادت الى تغيير جميع الخطط والسياسات التركية السابقة وقال العناني انه ان كانت هناك فرص ضائعة لتركيا قبل الان للتدخل في الازمة السورية وان هناك خيبة امل تركية من امريكا من خلال عدم اقامة منطقة عازلة ودعم امريكا للاكراد في شمال سوريا مبينا ان هناك عدم ثقة في تركيا بدعم الدول الغربية لها بخصوص الازمة السورية ونطالع في صحيفة اقشام التركية مقال الافق اولتاش بعنوان ما الذي يلغي الهدنة او يبقي عليها رأى فيه الكاتب بان المشهد والسيناريو التركي القديم والذي عيشته في السنوات القليلة الماضية بات حدثا مسجلا وجهزا للتكرار والاعادة فكلما قامت تنظيمات الارهاب في تركيا باستخدام ابرة المنوم وقف اطلاق النار من اجل كسب الوقت وتهدئة الساحة ريثما يجهزون لهجماتهم الارهابية تقوم اليوم اطراف مشابهة لها في سوريا باستخدام هذه المصطلحات من اجل شرعانة اجرامهم وايغالهم في دماء المدنيين العزل ورغم ان كلمة سلام ووقف اطلاق نار ترمز في العادة لامور ايجابية الى انها باتت اليوم تشفر الى غير ذلك من المعاني بأيدي التنظيمات الارهابية من امثال حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردي وحزب الشعوب الديمقراطية ودول من امثال ايران وروسيا والنظام البعثي السوري والمفارقة العجيبة بان يتحالف المتناقضان والغريمان الروس والامريكان حتى يخرجوا بمثل هذه المصطلحات سيستخدم الروس والايرانيون لعبتهم القديرة في استفزاز المعارضة السورية المعتدلة كورقة رابحة في مؤتمر جنيف القادم فهم سيطيرون بخبر افشال المعارضة لاتفاق المصالحة عندما ردت الاخيرة على الخروقات الروسية وفي اثناء ترقبهم للتحركات الامريكية غير المرتاحة من تصرفاتهم سيستمر حلف روسيا وايران والاسد وحزب الاتحاد الديمقراطي في قصفهم وتفجيرهم من جهة ومن جهة اخرى سيستمرون في اكاذيبهم والاعبهم الخبيثة وختام حلقة اليوم مع مقع كلنا شركاء ومقال معقل زهور عدي بعنوان كيف ستنتصر سوريا اشار فيه الكاتب الى انه لا احد في الوقت الحاضر يمكن ان يتجرع على التنبؤ بمصير الهدنة لذا فمن المبكر البناء عليها للقفز الى ما بعدها تحمل الهدنة معها ان استمرت فرصة لاستعادة شيء من العقلانية التي تدمرها الحرب فربما يكون قد تبين اليوم لمن كان يحلم بانتصار عسكري ساحق يستعد به السيطرة على سوريا ليرجع عقارب الساعة الى الوراء كما حدث في الثمانينيات ان ذلك قد اصبح مستحيلا ولا اقصد بذلك نظام السوري بذاته بل اقصد قاعدته الاجتماعية التي تمنحه التأييد والدعم اللازمين لبقائه وبقاء حربه الطويلة غير المجدية والباهضة التكاليف اثناء الحرب يسود المبدأ الجهنمي اما ان اقتل او اقتل واذا كان ذلك القول منطبقا على الجنود في الميدان فهو ينطبق في الحرب الاهلية على فئات اجتماعية بكاملها وتحت القصف والتفجير والخطف والتهجير يصبح ذلك المبدأ قانون الصراع لكن الهدن اليوم قد تفتح العيون والاذان على خيارات اخرى اخرسها صوت المدافع فهل نحن حقا محكمون بقتال لا نهاية له سوى ان يفني احدنا الاخر مثل ما تحتاج الحرب الى الشجاعة يحتاج السلام الحلول لن تهبط علينا من السماء ولن يأتينا من الدول الكبرى سوى التقسيم فهل التقسيم هو ما نريد؟ هل باستطاعة الساحل ان يعيش معاديا لوسطه السوري العربي؟ هل باستطاعة الداخل تحمل ان تمسك التنظيمات المتشددة بمصيره لتحوله الى افغانستان ثانية؟ اليس امامنا كثيرا من الخيارات؟ فاما ان نغلب العقل والمستقبل والروح الوطنية والتسامح واما ان نهبط نحو هاوية تلوهاوية حتى لا نصل الى اي قاع مهما كان سحيقا نحن لسنا محكومين ولا حيلة لنا بل نحن من يقرر وحين نقرر كشعب لا كتوائف حين تصحو توائفنا من سكرتها واحلام السيطرة والانتقام واسترجاع الماضي الذي لن يعود حين ذاك فقط تنتصر سوريا وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة